النمسا تعلن زيادة المساعدات الانسانية للفلسطينيين وزير الداخلية يؤكد بانه لا يوجد اي تهديد امني في البلاد وقفات احتجاجية يومية في فيينا دعما لاسرائيل ردا على الفلسطينيين وزير العمل يعلن زيادة ميزانية العاطلين عن العمل تطاع الكهرباء عن الاف المنازل بسبب عاصفة فوهن وتدمير مروحية عسكرية حديثة واصابة ستة جنود مرحبا بكم مشاهدين في نشرة الاخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم اعلن نائب المستشار النمساوي فيرنر كوغلر اليوم عن امكانية زيادة المساعدات الانسانية للفلسطينيين مؤكدا تفهمه للأوضاع الانسانية الصعبة ورحب كوغلر بمبادرة الممر الانساني الى غزة بدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وفي نفس الوقت اكد على حق الفلسطينيين في التظاهر السلمي وفي هذا ناقش المستشار النمساوي ناهمة مع رئيس الهيئة الاسلامية اومت فورال سبول مكافحة التطرف وقد دعت الحكومة في قمة امنية الى زيادة اليقظة وتعزيز التماسك الاجتماعي نظرا للاحداث في الشرق الاوسط عقد وزراء الداخلية في الاتحاد الاوروبي في لوكسنبورغ اجتماعا لمناقشة مخاطر الارهاب والاحداث في الشرق الاوسط واكد وزير الداخلية النمساوي جيرارد كارنر على اهمية تعزيز التدابير الامنية لحماية المواطنين وتصاعد مستوى التأهب الامني ضد الارهاب واشارت مصادر امنية في النمسا الى ان الحياة اليومية يجب ان تستمر كالمعتاد مع رفع مستوى التأهب الامني دون الحاجة لاتخاذ اجراءات خاصة من قبل المواطنين مؤكدة على ضرورة التعامل مع مخاطر الارهاب بروية وتجنب التوتر النفسي اعلنت شخصيات من حزب الخضر عن تنظيم وقفات احتجاجية يومية امام مبنى الحكومة النمساوية في فيينا وذلك ردا على المظاهرات اليومية المؤيدة لفلسطين وتأتي هذه الجهود من حزب الخضر في فيينا بالتعاون مع نائبة رئيس الفريق جينيفر كيكرت والناطقة الاجتماعية فيكتوريا شبيلمان والمتحدث بشؤون حقوق الانسان نيكولاس كونراث وتهدف الى التنديد بالهجمات التي شنتها حركة حماس على اسرائيل والتعبير عن التضامن مع الشعب الاسرائيلي ومكافحة معادات السامية حسب زعمهم اعلن وزير العمل النمساوي مارتن كوخر عن تخصيص 9.35 مليار يورو لسوق العمل وذلك ضمن ميزانية العام 2024 وأكد كوخر أن هذه الميزانية بالزيادة بنحو 5.4% مقارنة بالعام الحالي وبذلك سوف يتاح أكثر من أربعة آلاف يورو لكل شخص يبحث عن العمل أو للمتدربين للمساعدة في الحفاظ على معدلات بطالة منخفضة وتم تخصيص 75 مليون يورو لدمج اللاجئين حتى سن الخامسة والعشرين في سوق العمل تأثرت ولاية تيرو اليوم بشكل كبير نتيجة عاصفة فوهن حيث أدت الرياح العاتية إلى تعطيل حركة المرور وانقطاع التيار الكهربائي في أكثر من أربعة آلاف منزل وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرا باللون الأحمر بسبب سرعة هبوب الرياح التي وصلت إلى 130 كم في الساعة ولذلك توقفت السكك الحديدية الرئيسية في برينر ومن المتوقع تصاعد حدة العاصفة في الساعات القادمة مع سرعات تصل إلى 197 كم في الساعة في منطقة باتشيركوفل الجبلية انقلبت مروحية تابعة للجيش النمساوي خلال تدريب عسكري في ولاية النمسا العليا حيث اندلعت فيها النيران وأصيب عدد من الجنود وتمكن طاقم الطائرة من مغادرتها بأمان بما أصيب شخص واحد بجروح خطيرة وخمسة آخرون بجروح طفيفة فكانت المروحية من طراز أغوستابيل 212 في إطار تدريبات عسكرية فقد تم تشكيل لجنة لتحقيق في الحادث لمعرفة أسبابه وتعد هذه المروحيات جزءا أساسيا من القوات الجوية النمساوية فقد تم تطوير أنظمتها في عام 2012 كانت هذه نشرتنا مشاهدين لهذا اليوم لمزيدا من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوغرات على هواتفكم كنت معكم أنا قتيب اللحام أمسي يا سعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة